وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ هذا الحديث العظيم من ثلاثيات الإمام البخاري والمقصود من الثلاثيات أن يكون بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواه فمكي شيخ الإمام البخاري والراوي الثاني هو التابعي يزيد بن أبي عبيد والصحابي سلامة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث العظيم من الأحاديث المتواترة الدالة على خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْهُ وَإِلَّا وَحْيُّ يُوحَى فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما قال به وحدث به صلى الله عليه وسلم فهو تشريع للأمة من عقيدة وأحكام ومستحبات وغير ذلك لذا يجب الاحتراز في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تناقل الأخبار عنه ولا ينقل إلا ما صح وثبت وبعد الرجوع إلى أهل العلم وحذاري ثم حذاري من نشر شيء دون تثبت كما يقال أنشر تؤجر وأنت إن لم تتثبت في ذلك تؤزر وتنال إثما بذلك وإذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاطون في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام وإذا لم يروي أحدهم الحديث بلفظه يقول أو نحو ذلك أو كما قال كل هذا من الاحتراز في إثبات شيء للنبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة